هذه الانتخابات هي أنا أظن أنها جد مرضية على حسب الواقع الذي نعيشه يعني في الحقيقة لابد أن تفوت 50% هذا في الواقع ولكن الوضع الذي كنا نعيشه واليوم هي جد مرضية والمشاركة كانت أكثر لعدة أسباب أولا هناك إرادة سياسية من أعلى سلطات الدولة أن تنظف هذه الانتخابات ويصبح صوت المواطن مسموع وننتهي من حكاية التزوير وتقليص هذه الفجوة هذه الإرادة السياسية في كلمات في ديباجة الدستور مذكورة على كل حال لإصلاحات عميقة سياسية وأخلاقة العمل السياسي هذه التدابير وهذه القوانين العضوية كذلك والردع والردع في الحين والردع لمن يتعدى القانون وفي وقت الواجيز في الحين يعني وإن هذا كذلك لعبات دور كذلك زيد على ذلك هناك هناك المادة 184 اللي فيها وعليها فيها 20% فلربما يكون فيها ضحية ناس منتخبين ولكن 80% جد مهمة لأنه فتح التاريق وصفات بعض من الوجوه اللي مشبوهين بالمال فسد ولي زيد على ذلك الانتخابات البلدية المواطن ينظر فيها أنها هي قريبة منه يعني في السوسيولوجيين يعني المواطن هو يشوف المير قدامه يعرف المير يعرف إيس البلدية وتوجر مع الإطاسيفيل مع الحالة المدنية وتوجر مع حكاية النظافة مع الماء مع مشاكله اليومية مع العمل زيد على ذلك القانون العضوي كذلك لتشجيع الشباب للمشاركة هذا العبدور كبير يعني فتح لهم الأبواب وفتح لهم الشاهية للانتخابات يعني كنقلوا نصف تع القائمة تكون تحت ربعين سنة هم شباب يعني فتح التاريق وفتح الشاهية لشباب أن ينخلطوا في العملية السياسية في العمل السياسي السلطة كأنها تقول لشباب خذوا مسئوليتكم التاريخية والوطنية لأنه اليوم جيل الثورة انتهى ومية في المية من المنتخبين هم من الشباب ومن جيل استقلال يعني هذه مرحلة تاريخية في تاريخ الجزائي تحملوا مسئوليتكم التاريخية لتسير شأن العام لتسير المال للعام هذه بلدكم معتكم مشواطن آخر وكأن المواطن هنا استجاب يعني زيد على ذلك التشجيع لدارته الدولة